السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الموضوع تبعنا مهم جدا رح نحكي فيه عن كتير مفاهيم ورح نطبقها بشكل عملي وبشكل مجاني فبهذا الفيديو رح نحكي عن مفاهيم زي كولاب ورح نستخدم كولاب رح نحكي عن هاقينكفيس ترانسفورمرز رح نحكي عن الأوبين اي 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 ورح نحكي كيف نستخدم كل هاي الأشياء مع بعض بحيث نبني أول اي 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 جنت على أجهزتنا فإذا انت مهتم بأي واحد من هذي المفاهيم رح يكون هذا الفيديو مهم جدا إلك حضر قهوتك أو الشاي تبعك لأنه هذا الموضوع رح ياخد وقت لكن أنا بضمن لك أنه معرفتك بهذا الموضوع رح تكون أفضل مع نهاية الحلقة إن شاء الله فخلينا نبدأ بعد مقدمة القناة هلا أول إي شي خلينا نعرف شو اللي بنا نعمل اليوم في أحد الحلقات الماضي حكينا عن أوبريتر اللي هو ال اي 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 جنت تبع اوبين اي اي اللي أعلنوا عنه كان أول اي 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 جنت هم بيعملوه فلو رحنا على صفحة اوبين اي اي إنه حكينا عن هنا حلقة إنه بأخذ الصور من الويب سايت وبيعملها اكسيس وبيحجز لك مثلا بتريب ادفايزر أو بوكينج دوت كوم إلى آخرين طبعا أوبريتر لسه مش شغال عندي unavailable بالمنطقة تبعتي حاولت أدور على بديل مجاني لأوبريتر وجدت إنه في موديل مجاني من شركة بايد دانس شركة بايد دانس اللي إحنا معروفة عندنا إنها مالكة لتيك توك فهم أنتجوا موديل مجاني فيجولايزيشن موديل مجاني أي نموذج بصري بيعمل إشي مشابه للي بيعمله أوبريتر فلو جين هنا على بايد دانس ريسيرش رح تلاحظ إنه عندهم موديل 72 بليون برامتر و7 بليون و2 بليون فهلأ اللي راح نشغله اليوم إحنا هو الموديل تبعي 2 مليار برامتر خطوات كتير اليوم راح تكون فصفي ذهنك وخلينا نبدأ بإذن الله علشان كونه أمور واضحة إحنا هدفنا اليوم مش بس نشغل الموديل عندنا على الجهاز ونستفيد منه هدفنا اليوم نمشي برحلة هاي كيف إحنا نستخدم هاي الموديل كيف نستخدم التوز عشان نشغلها هلأ الموديل اللي إحنا راح نستخدمه هو 2 بليون برامترز راح نزله ديستوب أبليكيشن من جيت هاب راح نربطه من هاقينك فيس على كولاب ومن كولاب راح نطلع اي بي آي لبرة هذا الاي بي آي راح يستخدمه ديستوب أبليكيشن تبعنا علشان يشتغل بطريقة مشابهة لأوبريتر تبع اومين اي اي هلأ الموديل اللي إحنا راح نستخدمه هو 2 بليون برامترز أنا ما بتوقع انه يكون ممتاز لكن هو بيعطينا الفكرة طبعا لو عندك سيرفر تاني قوي غير مجاني ممكن تنزل ل 72 مليار برامتر وممكن يعطيك نتائج أفضل أكيد لكن زي ما حكينا اليوم بدنا نركز على الكنسب فلو بدنا هون وروحنا على 2 بليون برامتر راح نلاحظ عدة شغلات فيه أول شغلة انه لو أنا كبست على يوز موديل ما في عندي أو لاما تمام عندي ترانسفورمرز و VLM ترانسفورمرز زي بايثون لايبرار يعملينها نفسهم هاجينك فيس علشان الواحد يقدر يحكي مع هذا الموديل تمام وال VLM هو زي فيرشوال ماشين تنزل على اللينوكس أوبريتنج سيستم وهو بشغل الموديل على هاي الفيرشوال ماشين هيك أنا فاهم على الأقل فإحنا ما بنقدر نشغله بنفس الطريقة اللي شغلنا فيها أولا ما بالماضي راح تلاحظ انه هاي الموديل حتى لو انه حجمها صغير الفايلات تبعتها يعني هذو الفايلات تبعته بس 10 جيجا لكن ما اشتغل على جهازي بيحتاج أجهزة قوية ليه؟ لأنه هذا visualization model يعني أشياء بتتعامل مع الصور والفيديوهات إلى آخره فما بينفع انه شغله على جهاز ضعيف ممكن يشوف انه فيه quantization له فهذا الموديل فيه له quantization فيه أربعة موديل معمولهم من باتورفسكي وباقي الناس هدون لكن بهذا الموديل الـ quantization هذا ما بيشتغل حتى حاولت أنزل الـ quantized version على أساس انه يكون أخف لكن ما اشتغل وشفت على الانترنت انه بيحكوا برضو انه هذا الموديل الـ quantization تبعه ما بيشتغل فلازم انت تشغل الموديل الحقيقي فأنا في المحاولة الأولى شو عملت عشان احنا برضو ما نوقع من نفس الغلط بالمرحلة الأولى نزلت الـ UI TARS Desktop اللي هو Desktop Application بشبك على الموديل وحاولت أشغل الموديل عن طريق Docker لأنه VLLM بس بيشتغل على Linux فمن GitHub نزلت الموديل وحاولت أشغل VLLM على Docker Image هلا الموضوع اشتغل كimage لكن الموديل كان بيحتاج resources كتير ما قدرت أشغله على جهازي جهازي في 64 جيجا بايت RAM i5 وJPU 6 جيجا بايت Nvidia 1660 Super فهذا ما اشتغل عندي وبالتالي كان لازمني هون أستخدم جهاز أقوى وهذا الجهاز مش متوفر عندي ففي حل هون أروح على Colab على Free Version بيعطيني جهاز مواصفاته كويسة هذا رح نشوفه خلال الفيديو إن شاء الله خلينا نبدأ بأنه نروح على الموديل هون عشان نشوف شو بنا نعمل هلا لو نزلنا لتحت هون رح نلاحظ إنه فيه لنك على الكتهاب لو كبست عليه بلاحظ فيه وصف كيف أنا أستخدم الموديل هذا وكيف أعمله deployment إلى آخره بيحكوا إنه فيه desktop application عشان يشبك على الموديل هذا لو كبسنا عليها هاي وروحنا عليها بنزل لتحت وبروح على Download بالDownload هون بروح على latest releases وباختار تبع الWindows بأنه أنا عندي جهازي Windows هذا الفايل وبنزله عندي وهلا أبدأ أشغله طبعا أنا أزل عندي فهذا هو الفايل لو كبسنا عليه double click بيفتح وبقدر أعطيه commands بس إيامة بقدر أعطيه commands أول شيء لازم أربطه على مكان بيشغل الموديل سواء Hugging Face أو VLL Transformers فلازم أنا أجيب له API هذا اللي أنا حاولته في المرحلة الأولى أنا أجيبه من VLLR لكن للأسف ما أشتغل عندي فكان لازم أروح باتجاه Colab خلينا نصغر هذا ونكمل فخلينا نروح على Google Colab Colab شو هو؟ بحكي لك هو notebook service بعمل لك setup و free access لcomputing resources هذه النقطة المهمة فهو بيعطينا سيرفر إحنا بنقدر ننفذ عليه بعض البرامج في حالة إنه إحنا الأجهزة تبعتنا ضعيفة زي الحالة اللي إحنا فيها فلو رحنا على Google Colab بنعمل login بالحساب تبعنا وبنعمله new notebook هلأ هون بالcolab في الجزء هذا اللي إحنا بنحط فيه الكود والتكست تبعنا فيه جزئية هون جيميناي بيفتح لنا جيميناي زيه زي chat GPT أو Claude بقدر أحكي معاه وحكي له يعمل لي كود والإشي المهم إنه أنا بقدر أحكي له هون بدي جهاز فيه جي بيو زي هذا وأسيب هلأ لما أعمل له connecting هون هلأ أنت وحظك مرات بيشتغل مرات ما بيشتغل لأنه هم بيحكوا إنه لفي يوزرز ما بنقدر نضمن لهم إنه إحنا بنعطيهم جي بيو يأما إنه عليهم لود كبير علشان هيغ طلعتنا الرسالة هاي يأما لأنه أنا عندي نوتبوك أو بروجيك تاني فيه جي بيو شغاله وهذا هو السبب ليش ما بتشتغل راح نشغله إن شاء الله بآخر الحلقة لكن إحنا بهمنا المفهوم الأساسي نجرب مرة تانية أوكي continue without GPU خلينا يطليني جهاز عادي هلأ الجهاز العادي اللي أعطانيها عليه 107 جيجا بايت هارد ديسك هلأ هذا غير كافي لنشغل عليه اليو آي تان لازم نجهز في جيو بيو هلأ إحنا أول بالبداية خلينا نجحز الكود بعدين منحول السيرفر على هارد دور أحسن ممكن يكون يعطينيها أو بنرجع للنوتبوك والبروجيك تاني جهازته فلو رجعنا على جيمي ناي هون بحكي له I want to create an API that uses transformers نحط له هاكين كفيث which load the model وخلينا نروح على هاكين كفيث نأخذ الـ model name This is a visualized that uses openAI API style وخلينا نعطيه الـ description تبع الـ API هاد من صفحة openAI زي ما نصحونا جماعة ByteDance خلينا نرجع هون ونمسكها هين خلينا نروح نشوف شو بدي يعملنا هلا هو أعطانا شوية كود هون أحمل هاي الأشياء وعملنا function للـ process image وبعدين بده يعمل من جراديو API ويعمل للـ launch بالآخر خلينا نشوف هذا الحكي كيف يعمل طبعا ممكن استخدم أي شيء مش جيميناي ممكن استخدم شارجي بيتي أو كلود أو كيرسر أنا بالـ product النهائي استخدمت كيرسر لكن الحلو هون بقدر أضيف هذا الحكي على coding cell أول ما أضيفه هون بقدر أنفذه تمام؟ بعمل له run راح يستخدم الجهاز هذا اللي عندي ويعمل له run أعطانا error طب ممتاز هلا هذا الرأور شو بعمل فيه؟ بعمل له copy وخلينا نحكي له explain بعد ما عملنا explain نأخذ له ويحكي له I got this error I got this error وبنبدأ نعطيه الرأور واحد واحد ويحل لنا نفس الطريقة بعمل thinking هذا جيميناي بعرفش أي موديل على الأغلب 2.0 لكن بحل المشكلة وبعطينا حل آخر خلينا ننفذ هذا الجديد ونشوف بعطينا مشكلة ولا لا برضو أعطانا error جديد خلينا نأخذه ونحكي له نفس المشكلة ونعمله run بالضبط زي ما بنعمل بكيرسر أو ونسير فخلينا نعمل هون run للإشي الجديد باكبس هون وبعمل له run هون اشتغل هذا الأديم اللون خربان خلينا نشيله delete وهنا عم بعمل install للباكيجاز اللي هون محتاجة روجعنا لجيميناي هون بنكمل بالكود عادي ونعمل له copy جوال نوتبوك فخلينا نضغرها أعطانا error ثاني بتضلك تعطيل errors ويحل لكيها أو بتروح على جهاز ثاني أو على chat GPT وبتعطيل errors هاي ويحل لكيها وبتحكي له أنا بستخدم colab أنا ما بدأ أزحقكم بالكود هذا اللي مكتوب رح أوريكم النسخة النهائية من الكود ورح نمشي عليها شوي شوي ونفهمها أنا ما كتط ولا سطر لكن ضليتني ألاحقه أنا جيميناي يعني ما بحسوش أقوى إشي فاستعنت ب chat GPT وأعطاني كود شغال بحمل الموديل اللي إحنا مندور عليه خلينا إحنا نطلع من هاد وأروح أنا على الإشي اللي اشتغل عندي وأنا رح أشيره معاكم في وصف الفيديو فلو رحنا فتحنا هاد لاحظ كشو بدأ عمل install في البداية لبعض الليبرار اللي يحتاجه واستخدم هاي الحالي fast API unicone إلى آخره واستخدم transformers هاي بتهمنا هاي من هاي من الهاجنك في اس استخدم torch واستخدم py ingrok هلأ رح نحكي ليه هاي الليبرار اللي يحتاجناها هلأ أنا ما بعرفها من قبل الصراحة إشي مهم هون لازم ننوه إلو إنه في هون كابسة بكولاب اسمها secrets فإنت إذا عندك أي API key بتقدر تستخدمه من غير ما توضحه للناس من غير ما تشايره معهم إذا إنت أضافته على secrets فإحنا بلزمنا عشان ننزل الموديل من Hugging Face Hugging Face token هلأ منشوف كيف منجيبه وفي هذا إنكروك هلأ برضو بنحكي ليش إحنا احتاجناه فإذا رحنا هون على Hugging Face وبعدين رحت على أكاونت تبعك وإذا رفوتك هون بتقدر تعمل create the new token وبتأخذه كوبي بيس هذا أنا مستخدمه فهون بتضيفه على secrets وبتسميه HF underscore token هذا بسمح لكولاب إنه ينزل الموديل من Hugging Face هاي نقطة مهمة خلينا نسكر هاي واستخدمت ليبرية ثانية اسمها Python Multi Part هلأ هدول أول ما تشغل الجهاز تبعك هون لازم تشغلهم لازم تحملهم لأنه كل مرة الجهاز تبعك بتشغله هون زي كأنك إنت أعطوك جهاز جديد هلأ هذا الكود نكتب عن طريق chat GPT مع تعديلات من Gemini فأنا ما كتبت إشيه أول إشي استدعى لابرانيز اللي بده إياه استخدم Fast API أعطيناه اسم الموديل بحكي لك أنا بستخدم GPU في حالك إحنا معطينا GPU هون بعدين حمل الموديل ننزل لتحت كيف طريقة التعامله مع الإميجز لأنه هون زي أوبريتر بياخد صورة للشاشة تبعتك وبيحاول يستنتج وين هو مثلا الديت وين السيرش وين كابسة سبميت إلى آخره فهون هذا الحكي بعمله الابي آي هو عبارة عن chat completions اسم الابي آي هذا هو الابي آي يلي بيستنى البرنامج هذا طبعا أخذني وقت هون كويس لعرفت وين هاد فأنا فتت على كيرسر وعطيته الديسكتوب كود كامل وحكيت له دور لي الابي آي شو بيستنى وعطيته الابي آي وحكي لي البرنامج بيستنى منك اي بي آي بهذا الاسم هلا أكمل هون بيأخذ المسيج بادي اللي هو تيكس مع الامج وبفوتها على الموديل اللي هي هون هاي الجزئية المهمة البروسيسر هذا اللي هو جاي من الموديل تبعناه اللي هو حمله فبيأخذ عليه وبيعطيه الاطبوت اللي هو الهون الأشياء اللي بدي نفذها كأيجنت هلا لهون الأمور تمام من غير هذا الكود اللي تحت بيشتغل لكن شو رح يضل يشتغل رح يضل يشتغل بكولاب نفسه فما رح اقدر اشبك عليه اي اشي خارجي علشان اشبك عليه اشي خارجي بلزمني انه بدل ما يكون لوكل هوست انه يعطيني اي بي آي خارجي فانا سألت تشات جي بي تي شو لازم اسوي هون حكالي لازم تحمل لايبراري اسمها انجروك هلا هذا انجروك شو حكايته خلينا نفوت عليه هو عبارة عن اي بي آي جيتوي يعني بيقدر يخلي الكولاب يظهر لبرا وبالتالي جهازك يشوف ال اي بي آي اللي عمله كولاب من غير هاي اللي براري رح يضل كولاب زي كانو شغال على لوكل هوست فجهازي هون والديسكتوب ابليكيشن هاد ما رح يقدر يشوف ال اي بي آي تبع كولاب رح يضله لوكل هوست فهنا بتعمل ساين اوب لللاي براري هاي او لوجين وبتنزل لتاحت للآخر لل اي بي آي كل بيهمك عبارة عن اي بي آي كي بتعمل كريات الاي بي آي كي وبترجع هون على سي كريس وبتضيفه فهون اي مكان في الكوب تقدر تستخدم الستيتمنت هاد وبيقدر يعمل رفرانس على الاي بي آي كي ها تبع انجروك فانجروك شو بيسوي هون بأخذ اللوكل هوست وبيعمل منه ببليك يورل بكل بساطة بحول اللوكل هوست اي بي لببليك اي بي وبعرض لنا الببليك اي بي تحت هون وهذا الببليك اي بي هو اللي بالنهاية كل هاي الحفلة اللي عملناها علشان نوصل له هذا عبارة عن الاي بي تبع البيت دانس تو بي الموجود على كولاب وبالتالي بقدر انا اشبكه على الديستوب ابليكيشن خلينا نحاول نشبك مرة تانية ونشوف شو بيشتغل ولا لا نفس المشكلة هلا انا اضطريت احول على اكاونت تاني لانه دائما كان يعطيني نفس المشكلة انه ما بقدر يعطيني جي بي يو وشغلت هذا الجي بي يو من حساب فلاحظوا هون شو بيعطيني بيعطيني حوالي 13 جيجا بايت رام 13 جيجا بايت VRAM بيعطيني 113 جيجا بايت هارد ديسك فهون شغال خلينا نعمل انستوليشن للباكيجز انا بعملكم بشير للنوتبوك هذا النوتبوك بيساعدك انك تحمل موديلز من هاكينك فيس وبساعدك كيف تكتب كود وتحوله لابي اي وتعمل هذا الابي اي جلوبال عن طريق انجروك هاي دعنا نشوف وين وصل فهلا انا راح اسرع الفيديو ونشو شو بي سيصير هلا هون عمل سكسس خلص نعمل انستولي برضو للملتي بارت هاد عشان الابلود تبع الامجز على الاغلب خلص هلا بنا نعمل تنفيذ الكود هلا الكود هاد راح يخد شوية وقت لانه راح ينزل 10 جيجا بايت على السيربر هاي ولاحظوا انه الديسك هلا راح يبدأ يزيد اليوزاج تبعه شوي 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 برضو راح اسرع الفيديو هاد عشان ما ما نخلي طويل الفيديو ننزل تحت هنا دائما بورينا اللوك هلا في ملاحظة بدي احكيها هلا اي وقت انت بتعمل في ريستارت للسيرفر او بتطفي لبراوزر او شيء زي هيك بتبقج السيرفر هذا طبعا فاذا انت بدك اياه يضل شغال خليه شغال دائما مع انه على الفري يوزر هم مش دائما بضمنوا لك انه يعطوك هذا الجي بيو فاذا بدك هذا واحد من الخيارات انك تشترك في خدمة تبعتهم هاي خدمة السيرفرز اللي بعطوك اياها اتوقع بتكلف فهي pay as you go بس اتوقع ابتداء من 10 دولار بالشهر او شيء زي هذا انا بستخدم الفري سيرفرز اللي عندهم لانها بس للتجربة وطبعا لما يعملوا لي بلوك زي ما شفنا قبل بشوي بصبر عليه يوم او نص نهار وبرجع بشتغل طبيعي هاي نزل اول فايل الاربعة جيجابايت بعدين الفايل الثاني بعدين ان شاء الله الموديل بيكون جاهز ليشتغل هلا هيك وخلص داونلود للفايلات وشغل السيرفر والانجروك تانيل اعطاني url global لو رحنا شيكنا عليه مفروض هون الابي اي يكون exposed بحكيلي visit site بحكيلي yes فالابي اي شغال هلا بهاي الحالة بروح هون على desktop application بفتح settings هاي url بعطيه نفس url هاد والموديل بكتب model name اللي هو احنا اخترنا اللي هو bydance research 2b بعمل save بسكر هاي هلا هون باقدر استخدم هذا البرنامج خليني نحكي له مثلا pause the youtube video نشوف شو بدي يسوي هلا بوخذ سكرينشوت ببعتها للموديل هلا بنوريكم كيف الموديل اللوك تبعه بيبين بروح كبس بال url ما فهمها صح بس انت وصلت للفكرة قام طيب تمام بجوز فهمها ها ويريز يوتيوب فيديو اضع على يوتيوب فيديو مثلا نجرب مرة ثانية ونشوف شو بدي يعمل وبوريك كيف يتحكم بالماوس والكيبور طبعا اكشن يوتيوب بدخل بإنفينيت لوبس ها بس هو هون مسك انه هون في يوتيوب فيديو وصلت الفكرة يعني على الاغلب احنا لانه استخدمنا 2b model يعني اكيد يكون ضعيف خلينا نحاول نفتح new tab خلينا نسكر هاي ونحكي له open a new tab in the browser انا مهمني كان انه يشتغل وهو يشتغل حتى لو انه الأكيروسي تبعته ضعيفة بطلع كيف هون باخد سكرينشوت 3 شاشة ويحلل الموضوع وعمل هون ctrl T لاحظ حتى دائرة حمرة على الماوس ام وبدخل بإنفينيت لوبس هلا ما بعرف ليش ctrl T اللي هي اصلا لو جينا هون كبسنا ctrl T بتفتح داب فهو عمل صح بس ما بعرف ليه ما عمل ctrl مضبوط على الجهاز لكن الفكرة انه شغال هلا هذا الحكي كيف نضمن انه شغال لو رحنا على colab مرة تانية رح نلاحظ انه كل API codes هايها شغالة وبترجع اوكي كود متين خلينا نشوفها لايف لو مثلا حكينا له move mouse to the middle of the screen خلينا نبعتها نشوف طلع هلا شو بديه يعمل زاح الماوس مش middle of the screen بس زاحة وهون شو عمل اعطانا باللوج انه ال API code كانت سكسسفول طبعا هون عم برجع دائما زي كانوا داخلي بإنفينيت لوب طب خلينا نوقفه هون هلا في شغلة لطيفة بهذا البرنامج تبع الديسكتوب انه بقدر اعمل اكسبورت لريبورت فبحكي لي خزن الريبورت خلينا نخزنه هون ونفتح هذا الريبورت شوف كيف شكله طبعا خلو عد download هذا الريبورت بفتحه هون لاحظ هون نفس السكرينشوت اللي اخدناها وبعمل طيق زي التايملين فهي لطيفة كتول لكن الموديل اللي يبدو اللي استخدمناه اللي هو 2P موديل ضعيف فما كان يعطينا الريزلس المناسبة في عندهم موديل 7P و 72P طبعا اكيد رح يكونوا احسن لكن هاي كانت جارني داعتنا الرحلة كيف احنا حملنا هذا الموديل على colab باستخدام ترانسفورماز والكود الكود كتبناه عن طريق كيرسر وجي بي تي وجيمين اي جي بي تي انا اكتر اشي ساعدني وبعدين من هذا الكود اللي طلعنا اعملنا منه اي بي اي عن طريق فاس اي بي اي حملناه على انجروك وعملنا منه جلوبال اي بي اي الجلوبال اي بي اي هذا رجعنا استخدمناه في الديسكتوب هيك مكهور خلصنا هذا الفيديو من ذكاء اصطناع عربي اذا عجبك هذا الفيديو واستفقت منه بشيء بتمنى منك الاشتراك في هذا القناة بتمنى منك مشاركة في تعليق هل هذا منوع من الفيديوهات يستهويك هل درجة التفاصيل فيه مناسبة انا رح اعمل ان شاء الله اشير لهذا في وصف في الفيديو نراكم في الفيديو القادم يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته